اشتركوا في القناة 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 قالوا أنه جابان لكنه لما يقولون أنه هم Wales خايفين زيه وبيبدأ صديق المتنمر يضربوا ويتنمر عليه وبنشوف بعدها المتنمر راح يعود على الكرسي ويكون مبسوط وبتبدأ صاحبته المتنمرها تأرى الكلام اللي موجود في الأسطورة وبعدها المتنمرها بتقولون أنه ليس يعد على الكرسي ويكون ظهروا ناحية الباب بتعرفون شبه الدكتوراه يظهر ويقوله يتمنى أمنيع والساعتها المتنمر بيلحظ أن ظهروا كنحية الباب وبيؤمن على الكرسي وبيكون خايف شبه الدكتورة يظهر له وبيقرروا بعدها المتنمرين يثبتوا توم على الكرسي ويمشوا وبيطلبوا منه يتمنى ان هما ينقحوا في الامتحانات لو الدكتورة ظهرت وبيحاول وقتها توم يهرب من المكان ويتركوا ويسيبوه بس المتنمرين بيثبتوا على الكرسي ومش بيسمعوا الكلامه وبنشوف بعدها المتنمر بدا يتكلم معه وبيقولوا يتمنى ان هما ينقحوا وبيعرفوا ان هما لو صوتوا في الامتحانات هيخلصوا عليه وبعد متنمرين بيسيبوه وبيمشو بيفضل توم يعيض بيكون خايف وفي الوقت ده بنشوف المتنمرين كانوا ببوضوا صورته اللي معلقه وبيلا وقتها المدرس صاروا بيتخاني معهم وبيكون المدرس عارف ان هم تنمروا على توم بيحذرهم يوقفوا اللي بيعملوه وبيقولهم ان في حد قالوا ان هم طربوا طالب علشان رفضوا يساعدهم في الغاش وبيقولهم بعدها انه هديهم فرصة اخيرة علشان يسلحوا اللي عملوه وانهم لو صوتوا في الامتحانات كالعادة هيتصل بأهلهم والساعة تان متنمرين بيعرفون ان توم اللي راح يبلغ المدرس بكل حاجة وبيكونوا متعصبين وبيقول المتنمر انه خايف يسقط في الامتحان علشان والده هيخرجوا من المدرسة وبتكون المتنمرين خايفة تسقط في الامتحان علشان والدي تمشت ديها عربية وبيقول صديق المتنمر ان والده هيضربوا له صوت في الامتحان وبعض اللحظات بنشوفهم كانوا قاعدين مع بعض وبتقول المتنمره ان هما لازم يروحوا للعادة علشان يعرفوا ازيتهم اهل الامنية والساعة المتنمر بيقولها ان الامتحانات هتبدأ قريب وما ينفعش يمشو وبيعرف انه توم لو ما نفسش اللي طلبوا منه هيدربوه وبيكون صديق المتنمر من دايق وبيعرفوا منه هيروح يشرب سيجارة بس المتنمر بيقوله يستنى علشان يروحوا مع بعض وبتكون المتنمره خايفة تبقى لوحدها وبتطلب منه يوعد معها وبيقرر بعدها المتنمر يوعد معه ومش بيروح مع صاحبه وفي نفس الوقت بنشوف توم كان خايف وبيلاحظ اصوات غريبة في المكان وبيكون فاكر ان المتنمرين عايزين يخوفوه بيقولهم يقف اللي بيعملوه وبلايوتها الدكتورة ظهرت على شكل شبح وبتمشي بطريقة غريبة وبيلاحظ انها بتتحك بطريقة مخيفة وبيكون مرعوب والساعة الدكتورة بتطلب منه يتمنى امنية بس توم بيكون مصطوب من اللي حصله مش بيعرف يتكلم وبتبدأ بعدها الدكتورة تقرب منه هي بتتحك وبتنجح بانها تخلص من ربط ايده ورقله بسرعة كبيرة وبيحاول وقتها توم يهرب من المكان مش بيعرف وبلايبعدها الكرسي بدأ يتحرك وبالبقى مستغرب وبعد من الدكتورة بتوضع للكرسي وبتقوله للمرة التانية يتمنى الحاجة اللي نفسه فيها بيكون توم مش مسدق لغاية دلوقتي انها شبح وبالفتكرها المتنمرة وبينجح بعدها بانه يهرب من المكان وبتفضل الدكتورة تتحك عليه وبيمشي بعدها توم ناحية مبنى المدرسة وفي الوقت ده بنشوف صديق المتنمرة كان عايز يولع السكارة ومش بيعرف وبلاحظ وقتها صوت غريب في المكان وبيكون متوتر وبلايبعدها الكرسي اللي كان موجود في العيادة بيمشي ناحيته وبيقع ساعتها للأرض وبيقل قمش على وشه وبيكون صديق المتنمرة سامع صوته الدكتورة بتضحك وبيبقى خايف وبتظهر بعدها الدكتورة وبتنجح بانها تخلص عليه وفي الوقت ده بنشوف توم كان رايح للفصل علشان الامتحانة تقربت بس وقتها المتنمرة وصحبته بيشوفوه بيبدأوا يجروا وراه وبعد ما متنمرة بيسبتوه بيسأله إذا كان نفس للطلبة وتمنى أن هم ينجحوا بيقولوا توم ننفس كل حاجة طلبها منه والساعتها بيصار حد من الطلبة وبيفطل يصرخ وبيقولوا أنه شاف صديق المتنمرة غرآن في دمه وفي حد خلص عليه وبتكون المتنمرة متوطرة من اللي حصل وبتعرف أن صديقهم فارق الحياة وبيلا وبعدها توم بدأ يضحك بشكل غريب وبعد ما توم بيقولوا المتنمرة أن الأسطورة مش بتكتبوا أن أمنيوته تنفزت بيسألوا المتنمرة الحاجة اللي يتمنىه وبيفطل يضربه والساعتها توم بيبدأ يفتكر اللي حصل معه وبنعرف أنه فضل يفتكر تنمره الطلب عليه وأنه بعدها قرر ينتهي مطلب بأنها تخلص على المتنمرة وصحابه وبعد ما توم بيعرف أن المتنمرة المطلب بأنها تخلص عليهم هما الثلاثة بيبدأ أن المتنمرة يضربه كل عادة وبيلاقيه مش بيوقف داعك وبيقرر بعدها المتنمرة يروح وشوف صاحبه وبتمشي بمتنمرة معه بس وقتها بلاه الكرسي ظهر لهم وبتحرك بشكل غريب وبيكون المتنمرة خايف من اللي حصل وبيحاول يرجع للخلف بس صاحبته المتنمرة بتزوه على الكرسي وبتهرب هي من المكان وساعة الدكتورة بتظهر وبتنجح بأنها تخلص عليه وبيظار أن المتنمرة كانت سمع صوته وبتحاول تهرب وبتلاحظ وقتها الكرسي ظهر في وشها وبتسمع صوت الدكتورة بتضحك وبتلاقي بعدها حاجة غريبة واقعتها على الأرض وبتبدأ ساعة الدكتورة تشدها من شعرها لغاية ما بتخلص عليها لكنها بتكون مخفية وما فيش حد شايفها وفي الوقت ده بنشوف الطالبة كانوا خايفين من اللي حصل في المدرسة وبيروح بعدها المدر يتكلم في الإزاعة وبيقولوني لما تحنت أجل اليوم تاني وبعض اللحظات بنشوف الطالبة كانوا خايفين وبيتكلموا عن زميلهم اللي ماتوا وبيلاقوا بعدها المدرسة زهروا بيسألوا عن اللي حصل والساعة الدكتورة المدرس بيطلب منهم يركعوا للبيت وما يجوش للمدرسة وان بعدها إدارة المدرسة هتبلغهم يجوء امتى وبيكنتم شايف اللي حصل وبيتحك وبيبقى مبسوط علشان ينتأمنهم والساعة الثلاثين الطلبة بيلاحظوا وجود ثوم وبيقرروا يتنمروا عليه وبيرموا بعدها الكرة على المشروب بتاعه وبنشوفهم بعدها راحوا يتنمروا عليها علشان المشروب واقع على الكرة بس ثوم بيبدأ يدافع عن نفسه بيقولهم ان هم اللي رموا الكرة عليه وبعدما الطلبة بيبدأوا يضايقوه وبيكونوا عايزين ينضفوا الكرة بالأميس بتاعه بيزؤهم ثوم بطلب انهم يبعدوا عنه وما تم يعرفوا منهما لو فضلوا يتنمروا عليه هيحصل معهم زي اللي حصلوا للمتنمرين بيبدأوا وقتها جميع الطلبة يتخنقوا معاه وبيقولوا عليه غبي وبعدما الطلبة بيعرفوه انه يستحق التنمر اللي اتعرض له بيفطلوا يتنمروا عليه بيكونتم شايف جميع الطلب يتنمروا عليه وبيقرر انتهي منهم وبنشوفوا بعدها راح لمبنى المعقور بيدخلوا للعيادة وبيقولوا انه هياخد حقه من كل حد يتنمر عليه وبعدما تم بيروحوا ياخدوا الكرسي وبيعود عليه بيفطل بعدها مستن الدكتورة تظهر علشان يطلب منها تخلص عليهم واما توم بيسمع صوتها بتضحك وبيعرف انها ظهرت بيطلب منها تخلص على جميع طلاب المدرسة وبتنتئم له والساعة الدكتورة بتبدأ تتكلم معه وتفكره انه مدهاش حاجة مقابل للامنية الاولى لكنها موفقة تنفذ طلبه الثاني وتخلص عليهم وبعد من توم بيسألها عايزة ايه في المقابل بتقوله ان امنيته كانت تلموت لزميله وانها في المقابلة تاخد جزء من عطاء جسمه الحية واما الدكتورة بتاخد الخلايا الحية من ايده وبيبدأ توم يتألم بتعرف انها دلوقتي اخدت خلايا من جسمه مقابل المتنمرين اللي خلصت عليهم والساعة توم بيعرف انها تاخد عضو من جسمه مقابل كل حد تخلص عليه وبيقولها بعدها انه مش عايزة تنفذ طلبه الجديد وبتكون الدكتورة رفضة تسمع الكلام وبتخلص على حد من الطلبة وبيلاحظ توم ان خلايا جسمه بداية تتمر وبيكون مش عارف يمشي وبتفضل بعدها الدكتورة تخلص على كل حد يتنمر عليه وبيفضل توم يتمر هو كمان وبيطلب بنات وقف اللي بتعمله وبعدما الدكتورة بتخلص على جميع الطلبة وبيتدمر جسم توم بالكامل بنشوفه بعدها كان قاعد على الكرسي ومرمج جوه العيادة وفي يوم بنشوف ثلاث طلبات دخلوا للمبنى المهجور وبيلاو العيادة كانت متدمرة وبنلاحظ ان توم اختفى من المكان وبيصار ان الطلبات كانوا عارفين بحكاية الاسطورة وبطول واحدة في يوم من في دكتورة بتظهر وبتنفذ الامنيات وبعدما الطلبة بتروح تاخد الكرسي وبتكون عايزة تقربة اذا الاسطورة مش بتكذب بتظهر بعدها الدكتورة وبتفضل تتحكي العادة الفيديو ده كتبوا عمر وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو وكمان تابعونا على قناة أنمي في ثواني علشان تشوفوا ملخصة الكارتون وهتلاقوا روابط الانستا تحت في الوصف ويعملوا الهافول وهي كمان سلام موسيقى